اه ما شاء الله يعني انت بتقول الرياضة الكرآن والرياضة بيبعدوني عن عن مسلا التليفونات عن العيب البنات الشياش السجيل عشان زمالك وعشان الناس كلها لا صغر موناك وكبر موناك استفادوا. الرياضة لها فوقت بتحس ايه بالرياضة يعني? بتزبق كل الانشيطة بتاعت الجسم يعني ايه? ممكن بتكون عضلات بتنموا الجسم بتخلي الجسم كله في حالة صحية سليمة. وغير كده بتبقى ايه? سرعة بديهة. سرعة البديهة بتاعتك بتبقى عالية وبالنشاط والدنيا دي بتبقى كلها جميلة. ايه برضو بجانب القرآن اللي هي ايه? اما انت بكون نفسيتك من سريحك تبقى بتعرف تلعب. بتعرف ان انت بتتقبل ايه? حال الحركات الجديدة بتاعتها او الدنيا بتاعتها الجديدة. ومشاء الله يعني ايه? يعني انت اخدت بطولات في الفلفل في العاب اللي انت لعبتها قبل كده. ولكن البطولات دي انت عشان تاخدها يعني ايه? كنت بتحافظها على ايه? اه على التمرين بتاعي. بقى لازم انت تكون موازف بالتمرين وايه? فاكر كل اللي عبا انت وتخش بها ازاي? لما لو قال بتي ايه? اما الدربات القاضية الدنيا دي تكون لها تبقى نزبوطة. تلسلة غيرانا القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله نهاردة معنا شاب كويس جدا. يعني في بداية حياته في طريق القرآن بيلعب رياضة. ان شاء الله نستفد منه. اسمك اسم محمد. عندك كم سنة شخص? خمستاشر. قولينا كده ايه الاية اللي دايما اه بتأثر فيك ودايما عامل لك يعني ايه? اخوف وقلق وبترجعك لربنا سبحانه وتعالى. وكل ما تلاقي نفسك انت بايد وتفتكيرها بتخريك ترجع تاني. اللي اسمع يوما نقول لجهنم هالي امتلأتي وتقول هل من مزيد? نستعده بالله من رجهنم. يوما نقول لجهنم هالي امتلأتي وتقول هل من مزيد? بتفهم منها ايه الاية دي? بتبقى بتحسن الواحد عايش في له. فبترجعك لربنا لان الواحد لو تلاسعه في الدنيا ما بيستحملش. ما بالك باب نر الاخرة. استعيذ بالله. استعيذ بالله من نر الاخرة. اه طب احنا في يعني في نصائح الشبابية رمضانية. قولي كده يعني ايه يعني في طريق انت الكرآن ويعني في حبك الكرآن بتنصح ايه الشباب يعني بتنصح شاب اللي هو بيضيع وقته في التليفونات وفي الالعاب وبيضيع وقته على في السجاير والشياش وكلام ده. تنصحهم بايه في جزئية الكرآن الاول? بص يا شيخ هو انا حاطيت قاعدتين. الكرآن والرياضة. لان الكرآن فمن غير الكرآن انت عمرك ما هتبقى زبط حالك في الرياضة. فايه? فلازم لو انت ما عملتش نفسك هنا. مش تقعب تعمل نفسك هنا. لا اما هتبعد بقى عن الرياضة والكرآن وهاتخش في في الطريق بتاع التدخين. وساعتها كنت دمرت نفسك وعمرك ده بيعدي ما بتلحقهوه. يا اما تعمل تسيب فيه علامة لا اما لا. صحيح. وبعدين غير كده الكرآن يعني بتنصحهم ايه في ناحية الكرآن يعني الكرآن بتحس ايه انت من ناحية الكرآن? بتحس كده اللي انت نفسك مستريحة. عارف تنام تقوم عارف تخرج تنزل. وهو مدد. مدد للاكتاب او الزعل او الحزن او اي حاجة دي. كل حاجات دي بتروح. بالقرآن بالحاجات دي بتعدي. ايو. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة. حسنت والله. يعني انت بتقول لهم انت يعني ايه? لا يعني اه ما تقرأوه يعني ما عش عارفين تقرأوه اسمعوه مش قادرين تسمعوه مش عارف اه احفظ. بش حد مش قادر يسمع طبعا. بس احنا بنتكلم كده ان انت تحفظ وتتعلم اه القرآن اه بيديك يعني ان هذا القرآن ايه دي التي هي اقوم. بياخدك كده من ايه من الظلمة? لحد نور. يعني من الضلال للهدى. صحيح. بردك اللي هي يا شيخ بتبقى حافظة القرآن هو القرآن اللي هيوديك الجنة هيوديك النار. لان في ناس بتبقى حافظها وما بتعملش بيه وفي ناس اللي هياخدوا القرآن وهيوديه النار. لكن اللي حافظة القرآن وبيعمل بيه ده اللي يا ربنا هيهدي وهيدخل الجنة ان شاء الله. بس الله سبحانه وتعالى يا جنم اللي زينا عملونا بالقرآن يا رب العالمين. طب والرياضة هل الرياضة لها فوائد عليك يعني ما شاء الله يعني انت بتقول الرياضة القرآن والرياضة بيبعدون يعني عن عن مسلا عن عن العيب البنات الشياش السجيل عشان زمالك وعشان الناس كلها لا صغر موناك وكبر موناك استفادوا. الرياضة لها فوائد بتحس ايه بالرياضة يعني? بتزبق كل الانشيطة بتاعت الجسم يعني ايه? ممكن بتكون عضلات بتنموا الجسم. بتخلي الجسم كله في حالة صحية سليمة. مم. وغير كده بتبقى ايه? اه سرعة بديهة. سرعة البديهة بتاعتك بتبقى عليها والنشاط والدنيا دي بتبقى كلها جميلة. ايه برضو بجانب القرآن اللي هي ايه? لما انت بتكون نفسيتك مستريحك تبقى بتعرف تلعب. بتعرف اللي انت بتتقبل ايه على الحركات الجديدة بتاعتها او الدنيا بتاعتها الجديدة. ومشاء الله يعني ايه? يعني انت اخدت بطولات في الالعاب اللي انت لعبتها قبل كده. ولكن البطولات دي انت عشان تاخدها يعني ايه? كنت بتحافظ على ايه? اه على التمرين بتاعي. يبقى لازم انت تكون موازف بالتمرين وايه? فاكر كل اللي عبا انت وتخش بها ازاي. لما اللي هو البيتي ايه من الدربات القاضية الدنيا دي كلها تبقى نزبوطة. طبعا بتهتم باكلك وشربك وكلم ده. اه التغذية عادي. لا التغذية عادي لان هي الرياضة فبتحافظ على ايه? بيتكاكة حتى لو كلت زيادة فبتروح هناك ياه بتحرق الدهون بتا بتقللك من من نسبة تسكر في جسمك فالدنيا دي بتبقى حلوة فيها. اه الرياضة يعني العقل السليم في الجسم السليم حقيقي. وبتلاقي نفسك انت يعني سألنا انا يعني يعني لعبت رياضة كتير جدا ويعني يعني كنت عاشق للرياضة ومازلت يعني بالعب رياضة اه يعني بتديك بتحس انها بتنشط قلبك الرياضة بتديك قوة هتقدر تقف تصلي نفسك حلو في القرآن لما تيجي تقرأ قرآن قوي. اه اه بتادي المزاق برضو. الرياضة صحيح يعني زي ما القرآن مضد الاكتئاب. الرياضة والله مضد الاكتئاب. وجميلة جدا. اه وحتى تملى الكوباية اللي هي اه الفاضية دي تملاها لبا نحسن ما تملاها هوة او تملاها خمرة. فتملاها بالقرآن والرياضة. تخيل بقى انت لو الواحد حافظ على صلاته وحافظ على قرآنه وحافظ على قراءة كده يقرأ في كتب كده. اه جميلة يكون بيحبها. اه ويحافظ على يعني اه رياضة عنده وقت يشرب مخدرات ولا سجير ولا يبقى عنده وقت ان هو يعني يكلم بنات وده وقته ولا يبقى عنده وقت نهائي اصلا اللي هو يبدأ يلعب الالعاب تفه مش هتخليه انسان ولا هتخليه بن عدم اصلا. الله يفتح عليك احسنت. حياتك او يومك او الفترة كل مقصرين يعني بيجي عليك فترة كده ويجي علي فترة ما بنمشك في مصحف. حياتك بتبقى عاملة ازاي? اكيد كل اه بيجي علي فترة ما بيمسكش مصحف. بتبقى القرآن او كده. او اللي انت بتردد القرآن. ففي برضو كوقات التبتيج عليك. فبتكون الدنيا متلاخفانة. بتحسش في ميزة في اليوم. ما فيش بتحسش ان في حاجة عادلة. فكله بيبقى اليوم زي بعضه. ما بيبقاش. ما بقاش كويس. طب لما بنجي نقرأ ونقرب كده ونلتزم فترة كده يعني عش الناس اللي بتشوفنا كده واحنا غيراني القرآن. بيعمل معانا ايه لما بنلتزم كده فترة? تسل نفسها مرتاحة الدنيا بتمشي. او انت بتنسوا حد في الشارع لو في حد مثلا بيسيب بالدين ولا كده بتقوله احرام بتعرفه بالشريعة والدين والدنيا دي. عشان برضوك ما ينفعش. هو لكده لكده. الدنيا تحيي. اه سؤال كده عشان احنا داخلين على ايه ميدو بتاع. يعني اه الاغاني. لو اتحطت جنب القرآن. وجنب ذكر الله. هتبع فقاني مرتبع. لاخيرة. لانها ما ينفعش تتكرن اصلا. صحيح. ولا بده ولا بده. صحيح. هي بيت خالص عن المقارنات. لان القرآن ما اصلا ما فيش مع مقارنات. اخيال كده احنا سبنا القرآن. في ناس بتسمع غاني وناس بتشغل وبتاع. فربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئنوا القلوب. نصيح مهمة جدا. حافظ على آآ صلاتك. حافظ على قرآنك. حافظ على الرياضة. عشان تبقى انسان متفوق في حياتك. وعشان تبقى انسان ناجح. وعشان يعني يبقى انسان يحتذى بك. وتبقى اشعال على المجتمع. انا قلت ببصوت انت قلت بقى النهاردة شيخ يوسف. فكاروا في كلامنا. احنا بنحبكم في الله.